الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحبتي في الله مع المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق إنه مفتاح الشكر يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى حول هذه الآية الكريمة واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له صلى الله عليه وسلم بتمرة فلم يأخذها قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقال السائل سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها أحبتي في الله من شكر الله سبحانه وتعالى على القليل زاده وكفأه بالمزيد والكثير يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وَإِنْ تَعُدُّوا نِعَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وفي هذا الباب يقول الشاعر إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا ما تزددت تقصيرا تزدني تفضلا كأني باستقصير أستوجب الفضلا وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد وإذا ما تساءل أحدنا هل هناك أنواع للشكر نقول نعم إن الشكر على ثلاثة أوجه شكر القلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم